انطلاق قافلت الميلاد في بيت لحمة تابعها أهلنا في مخيم دبي في بيروت عبر قناة فلسطين مباشرة من خلال شاشة عملاقة وضعت في باحة كنيسة القديس جورجوس للرومي الملكيين الكاثوليك في المخيمة هذا يعني التلاحم الفلسطيني بين منطقة الشتات بين الشتات وأهلنا بالضفة الغربية وبقطاع غزة وهذا التلاحم بين مخيم دبي ومخيم جسر باشا وبيت لحم هو عربون محبة وصداءة وأهل لشعبنا في فلسطين حشد من أبناء شعبنا في دبي وشخصيات وهيئات اجتماعية تابعوا أقائع القافلة العيون ترنوا إلى بيت لحمة والقلوب هناك أيضا أما الأمنيات فبالمشاركة الفعلية مع أهلنا على أرض الوطن إن شاء الله سنتي جاي نعيد ببيت لحم ما منعيد هون عرصنا هوني بس نحنا منحب نعيد بلدنا أحلى أنا بعيد كل الفلسطينية وبعيد بيت لحم وعقبال كل سنة وإن شاء الله السنة جاي بأولة منكوب في فلسطين بعيد أهل بيت لحم إن شاء الله سنتي جاي نعيد مع بعض بيت لحم فوق الصعوبات والتحديات هناك دائما متسع للفرح والأمل وشعبنا الفلسطيني اشترحوا الوسائل والأساليب ليجسد وحدة الحالة كاسرا قيد اللجوء والشتات انطلاق قافلة الميلاد في بيت لحم في فلسطين ومتابعتها في مخيمة بي في لبنان إنه جسر العودة إلى البلاد زين عبد السماء التليفزيون في لسطين مخيمة بي بيروت مخيمة بي بيت لحم